كمل الفيديو دوت لحد الاخر علشان ثلاث اسباب السبب الاول انك هيكون في اخر الفيديو دوت قدامك فرصة انك تقسب الموبايل اللي انت عايزه مبين واحد من احسن ثلاث موبايلات موجودة في سعر الخمس تلاف للست تلاف جنيه مصري السبب الثاني انك مهما دورت ومش هتلاقي مقارنة مفصلة قوي كده معمولة بالجودة ديت مبين الانفينيكي زيرو فايف والاوبو اف فايف والهاوي متن لايت السبب الثالث ان فيديوهات المقارنة التفصيلية ما بين الثلاث موبايلات بتبقى فيديوهات مجهدة جدا ومتعبة جدا بالنسباني فعلشان تدعموني ان انا اعمل نوعية الفيديوهات دي كتير بعد كده اكمل الفيديو لحد الاخر اول حاجة بتلفت نظرك اول لما تمسك اي موبايل هي التصميم والخمات بتاعته ومكنتش هتخيل ان انا في حياتي هقولك بملة ديك ولكن الفينيكس فعلا احسن خمات في الثلاث موبايلات دول في رأيك اوبو بتستعمل بولي كاربونيت واللي انا اتكلمت عنه بالتفصيل في المواقع الكاملة بتاعته واللي بتسمح لك ان الموبايل يكون خفيف فهي مادة حلوة لكن مش معدن والناس بتحب المعدن اكثر هواوي برضو بتستعمل المعدن ويعتبر كويس لكن انفينيكس بصراحة كان مديني احساس ان هو متين اوي وقاوي عن الاثنين التانيين من ناحية تحمل الصدمات لكن ده وبالنسبة للخمات التصميم بتاع انفينيكس كان ضخم اوي مقارنة بالاثنين التانيين لان الشاشة بتيجي بالاسبكت ريشو القديمة اللي هي 16-9 فالموبايل ما بيبقاش سهل ان تمسيقه بايد واحدة يبقى ان شاشته كبيرة اما الهووي ميت تين لايت والاوبو اف 5 فانا كنت محتار جدا ادي لقب احسن تصميم فيهم لمين الميت تين لايت اول لما جيته وعملت له مراجعة كنت شايف ان هو بالتأكيد ده احسن تصميم ممكن امسيقه في السعر دوت وهم حاسسني ان هو بريميوم اوي واعلى من الفئة السعرية اللي هو فيها بعدها لما جي الاوبو اف 5 قررت ان دوت لا ده تصميمه احسن وعجبني اكتر ومريح في ايدي اكتر وانا بطور المقارنة بين الاثنين وانا مسك الاثنين في ايدي فعلا كنت محتار جدا ما بين الاثنين وشاف ان التصميم هما الاثنين هيتعادلوا فيه ممكن بس الهووي ميت تين لايت بيديك احساس بريميوم اكتر او ان هو احسن من الفئة اللي هو فيها والاوبو اف 5 بيديك مسكة احسن للجهال بحيث ان هو ما يتزحلقش بايدك بسهولة فهيسيب موضوع التصميم دوت لحكمكم انتو لو انتو عايزين موبايل تصميمه ضخم وماتين شوية ويحسيك ان انت مسك موبايل صلبة قوي هو الانفينيكسي زيرو فايف هو اللي بينطبق عليه المواصفات دياته اما الاوبو اف 5 الهووي ميت تين لايت فيديك خمال كويسة لكن مع تصميم سيابي اكتر وان هو يكون مريح في ايديك اكتر في رأي شاشة ثلاث موبايلات تقريبا شغالين هما الثلاثة بستة انش ممكن يكون اصغر شوية في حالة الهووي ميت تين لايت الوا 5.9 انش وان الفينيكسي زيرو فايف 5.9 انش للدقة قوية بس الاختلاف الحقيقي ما بين الشاشات ده وبالنسبة لحجمها هو مش الحجم الشاشة نفسه من ناحية الدياجونال الفرق الكبير هو الاسبكت ريشو وفيه اسبكت ريشو جديدة بنشوفها على الموبايلات الهاي اند دلوقتي وهي التمنتاشر لتسعة ومؤخرا بينا نشوفها في بعض الموبايلات المتوسطة زي الاوبو اي فايف والهاوي ميت تين لايت الاسبكت ريشو هي نسبة طول الشاشة لعرضها فمثلا الفيديو دوت متصور باسبكت ريشو 18 لتسعة بالتالي الجزء دوت لو انت بتتفرج على شاشة 18 سنتي في الجزء دوت هكون الجزء دوت هنا تسعة سنتي وهنا تسعة سنتي دلقة التمنتاشر لتسعة معظم الشاشات طبعا 16 لتسعة وديت الاسبكت ريشو القديمة يعني من فوق من هنا 16 سنتي ومن هنا تسعة ومن هنا تسعة طبعا ما فيش شاشة هتكون شغالة في موبايل 16 سنتي لتسعة سنتي بتكون النسبة هي هي ولكن مع اطوار مختلفة طبعا معظم الشاشات اللي موجودة في الموبايلات دلوقتي هي 16 لتسعة ونفيني اختزيرو 5 ما خالفش القاعدة ديت لسه بيجي بنفس الاسبكت ريشو القديمة واللي غالبا انت بتتفرج على موبايل برضو شغال 16 لتسعة او من لابتوب شغال 16 لتسعة اما الموضة الجديدة في الموبايلات هي 18 لتسعة واللي انا بصور عليها فيديو زي دا والكده النسبة بتاعت طول الشاشة والعرضها هو 18-9 وديت اللي بيجي بيها الهوي ميت 10 لايت والاوبو اي فايف وهم اول موبايلات ينزلوا في مصر في الفئة المتوسطة بينزلوا بالشاشات دايت ومن اوائل الموبايلات برضو في العالم اللي بينزلوا بالشاشات دايت في الفئة المتوسطة التصميم داو بيسمح لك ان الموبايل رغم ان شاشته تكون كبيرة ويفضل برضو رفيع في ايديك وما يكونش ضخمة قوي بالنسبالك وده بصلاحة قد حاجة كويسة جدا وفادة الهوي ميت 10 لايت والاوبو اي فايف في ناحية التصميم انا علشان اقارن ما بين الاضاءة لتلع ما بين الثلاث موبايلات دول والالوان بتاعك كل شاشة فيهم اصطردت ان انا قد في كل انواع الاضاءة حوليه وان انا ابص للثلاث موبايلات بس او للشاشات بتاعتهم بس بعد ما عملت الكلام دا وبيت اقدر اقارن ما بين الثلاث موبايلات كويس جدا لان الثلاثة قدامي لكن بالنسبالك انت علشان هتكون شايفهم من خلال الكاميرا بتاعتي ومن خلال الشاشة بتاعت موبايلات اللي هي اصلا بتعدل على الالوان شوية فمش هتقدر تعيش التجربة دايما انا عشتها بالظبط ولكن عموما الثلاث موبايلات الوانهم حلوة والشاشة بتاعتهم كويسة من ناحية الاضاءة الانفينيكسي زيرو فايف هو اللي كانت الوانه مختلفة شوية عن الاثنين التانيين كانت متشبعة قوي وتحس ان الكونترست فيها عالي لو انت بتعمل منتاج مثلا او لو انت شخص احترافي شوية مش هيكون الموضوع دا كويس بالنسبالك لان انت مش هتحب ان الشاشة بتاعتك تطلع لك الوان مش واقعية قوي ولكن اي مستخدم عادي هتواري له تلات شاشات دول في نفس الوقت هيكون ميال اكتر لالوان الانفينيكسي زيرو فايف لانها بتبقى الوان حيوية اكتر اما الاوب اففايف والميت تين لايت فالوانهم كانت قريبة جدا بشكل غريب من بعض الاثنين كانوا واقعيين جدا والاثنين كانوا حلوين جدا الهوى متين لايت ممكن تكون الالوان كاتورم شوية او دا في اكتر شوية ولكن الاثنين قريبين من بعض اوى فما كنتش قادر احدد مين فيهم ليه الافضلية لان انا شايف الاثنين متعجين بتراحها من ناحية الشاشة الكاميرا الأمامية والخلفية الكل مبايل فيهم اتكلمت عنها بالتفصيل اوي في المراجعة الكاميرا اللي انا عملتها الكل مبايل فيهم فلو انت حابب تعرف بالتفصيل عن كاميرا معينة في التلات موبايلات دول سواء الأمامية او الخلفية فاتفرج على المراجعة الكاميرا بتاعته اما المقارنة اللي انت بتتفرج عليها دلوقتي ديت فهي هكون الخطوط العريضة مع بعض الصور الصغيرة تقارن ما بين التلات موبايلات دول سواء الهواوي متن لايت او الانفينيكي زيرو 5 الاثنين بيجوا بدول كاميرا اما الاوبو اف فايف هو بيجي بكاميرا واحدة ولكن دوت مش هيخليه يخسر في المنافسة من بين الاثنين التانيين غير طبعا فوضع البورتري مود من الاخر من غير ما طاول عليكم في النقطة ديت او الانفينيكي زيرو 5 هو احسن كاميرا خلفية فيهم سواء في ظروف الاضاءة ضعيفة او في ظروف الاضاءة الكويسة الالوان بتاعته كويسة التفاصيل بتاعته ممتازة البورتري فيه كويس جدا بصراحة الكاميرا بتاعته بالنسبة لي كانت خرافية بالنسبة للفاقل اللي هو فيها الهواوي متن لايت والاوبو اف 5 الاثنين كانوا تقريبا نفس الجودة في النهار الاثنين بيدوني الوان كويسة جدا والااثنين بيدوني برضو التفاصيل الى حد ما كويسة في ظروف الاضاءة الضعيفة الاوبو اف 5 كان افضل بكتير لان الهواوي متن لايت كان الصورة بتاعته والنويز فيها عالي بشكل غريب اوي فما كنتش بقدر استمتع بالصورة بصراحة ولكن الهواوي متن لايت فيه البورتري مود اما الاوبو اف 5 علشان ما فهوش دول كاميرا فما فهوش بورتري مود بالتالي مش هتقدر تعمل عزل الخلفية اللي وراك لو انت بتصور شخص الكاميرا الامامية بصراحة في رايي لانفينيك سيزيلو ما هيخلق بره المنافسة ما ينفس بيعipper كثيرة الامرال آخر مع الظروف الاضع ضعيفة او ظروف رضع كويسة فرغم ان الكاميرا الخلفية で تفوقت على الاثنين شخصا بشكل جدا في رايي ولكن القاميرة الامامية forgiveness Jr لان كان يجب ليبقية عليها تماما في المو بايلو دوت فى المقارناة او فى المنافسة نحية القليل الاثنين ولوبو اف 5 couples كانوا انت مثلك صور جدا الاثنين بردو بيعملوا بورتري مود زي الانفينيسي زيلو 5 اللي بردو بيعمل بورتري مود في الكاميرا الأمامية والهاوي متن لايت رغم ان الناس كتيرة جدا هجمت الكاميرا الأمامية بتاعته من ناحية التفاصيل ولكن علقت عن موطة ديت التفاصيل فيها كويسة ممكن مش واو قوي ولكن التفاصيل فيها فعلا قويسة وبالنسبة لشخص بيصور سيرفي هو مش هيقعد يعمل زوم للصورة هو كل اللي يهمه ان الصورة يكون شكلها حلو التفاصيل فيها باينة كويسة مكنش وحشة قوي ولاوان فيها تكون ممتازة ده اللي يهمه ومع ذلك بصراحة لأوبو اف 5 الكاميرا الأمامية حاجة تانية غير الهواء متن لايت وحاجة تانية غير اي موزم في السعر دوت لأوبو اف 5 الكاميرا الأمامية بتاعته بصراحة خرفية ده التعليق الوحيد الذي را هده لكله عليها مفيش اي حاجة تانية تصف الكاميرا الأمامية بتاعته الموبايل دوت ففي اي وقت هقارن ما بين الوپو اف 5 في الكاميرا الأمامية سواء مع الهواوو JOّ في مي تن لايت أو الفينيكس او اي موبايل التاني حتى في اسعار اعلى من الاثنينhr شاولة الملخص بفถائر افضل الوپو اف 5 الجمعان الوپو اف 5 بصراحة لكن العثور لدفئين الملخص الذي فينما تصميم كاميرا أرونه هو بم guidatore Brady او انفانيز في الملخص اما اثنين من prend Stephan above poly أخر عنendك افضل ايضا تأتي مع أماره اما لو ساء morgen ما بين الاثنين ممكن تجيب الهووي متن لايت اللي الكاميرا الامامية فيه بصراحة هتعجباني والكاميرا الخلفية فيه فيها بورتي مود ولكن في الليل الإضاءة مش هتسعيفك تماماً والكاميرا مش هتعجبك في ظروف الإضاءة ضعيفة في رأيك أداء التلات موبايلات قريب جداً من بعض لأن التلاتة شغالين ببروسيسر بروسيسر كذا بروسيسر قريب جداً من بعض الهيليو بي 23 والهيليو بي 25 والكلم 659 استعمالك اليومي مش هتحسي فيه بمشكلة ما بين التلاتة موبايلات التلاتة شغالين كويس جداً في الاستعمال العادي اللي هو السوشال ميديا سايتس انك بتظهر على حاجة على الانترنت او انك حتى بتلعب على العاب خفيفة ولكن لو هفضل واحد بس فيهم هيقوم بالتأكيد الانفينيكس 05 من ناحية الأداء أولاً لأنه شغال بستة جيجابايت رام ودهت هيسمح لك انك تتنقل ما بين والتاني بثلاثة اكتر من الموبايلين التانين وثانياً ان السرعة في الألعاب التقيلة والثلاثة في الألعاب التقيلة برضو قد تمتفوقها عن الاثنين التانين في رأييي فلو انت هيفي يوزر او يهمك الألعاب التقيلة او جيمر الانفينيكس 05 هيقوم مناسب ليك اكتر من الاثنين التانين من ناحية الأداء اما لو انت مستهلك عادي فمش هتحس بفرق قوي ما بين التلاتة واجهة المستخدم هي اندرويد نوجا في التلات موبايلات والمفروض ان هي تتحدث قدام لاندرويد اوريو بخاف شوية من اوبو في موضوع تحديثات الاندرويد نفسه لانها بتركز على تحديثات الكلار او اس اكتر ولكن اتمنى نهاية تابعة تحديث كبير واحد على الاندرويد اوريو على اوبو اف 5 اما الانفينيكس 05 وهو متل نايت فانا عندي امل اكبر ومتوقع اكتر ان هما هتتحدثوا الاندرويد اوريو رغم من التلاتة مبنيين على اندرويد نوجا ولكن كل واحد فيهم ليه شكل مختلف تماما وليه اطباعة مختلفة تماما في الاستعمال بتاعه عن التاني بسبب الوجهة المتعدل فيها قوي بتاع كل شركة فيهم انفينيكس مثلا صلح بكل البغز اللي كانت عندها قبل كده والعيوب اللي قد بتظهر في الاستعمال اليومي بتاع الموبايل وده بصراحة يخلي التجربة بتاعت الموبايل احسن وامتع بكتير فيها بعض المميزات الظريفة زي الفريزر اللي بيسمحلك انك تحط فيه اي ابليكيشن بيستهلك من البطارية او بيستهلك من الاداة بتاع الموبايل كيانك مساحته من الموبايل بتاعك تماما وبمجرد ما بتدوس عليه بترجعه تاني للاستعمال العين وبيسمحلك برضو انك تعدل على الشاشة بشكل غريب جدا مفيش اي وجهة مستخدم تانية بتسمحلك انك تعمل التعديلات دايج كلها هواوي برضو من بعد اليموشن يو اي 5.0 انا صراحة شايفها وصلت الوجهة بحترمة جدا وظريفة جدا وكويسة جدا اقبوا عن ناحية التانية فاحنا كلنا عارفين شكل الوجهة بتاعتها بيبعمل ازاي كابي بيست للاي او اس والفرجن دوت وصل فيه حتى الكنترول سنتر اللي كان موجود في الاي او اس ما بحبش اتكلم عن الموضوع دوت كأنه عيب او كأنه ميزة لان الناس اللي هي ما بتحبش الاي او اس مش هيعجبها الوجه ديت والناس اللي بتحب الاي او اس هيعجبها الوجه ديت فكل واحد ورأيه شخصي في الموضوع دوت ولكن من ناحية الثلاثة نفسها فهي بصراحة واجهة مستقرة لأبعد الحدود وتقريبا هي اكتر واجهة مستقرة فيهم كمان لو انت عندك فكرة عن ال اوبو اف 5 والنفينيكس 05 والهوي ميتر لايت فانت عارف ان اللي هيكتب فيهم في البطارية هو الانفينيكس 05 مع ذلك ال اوبو اف 5 والهوي ميتر لايت ما كانوش كارثيين قوي بالنسبالي ان هما يستحملوا هيفي يوزر زي ويقعدوا معي حوالي خمس ساعات في كلين اون تايم يعتبر وقت مش وحش تفوق الانفينيكس من ناحية البطارية ما كانتش انها بتاعد معي مدة طويلة بس هيكت كمان اسراعهم في الشحن لان هو الوحيد اللي بيدعم فيهم الشاحن السريع اوبو معروفة بشوحن الفوك بتاعتها واللي هي اسرع الشاحن في العالم ولكن للأسف اوبو مش مستعملة شوحن الفوك في الموبايل دوت والموبايل ما بيدعمهاش فده يدخلت الأوبو F5 والهويمت تن لايت متأخرين عن الانفينيك C05 من ناحية الشحن سواء من ناحية السرعة بتاعته او من ناحية ان هو بيفضل الشحن فاديه حتى الـ USB Type-C اللي ناس كتيرة جدا بتهتم بيه واللي انا ما زلت مقتنع حتى الان ان لسه مش هيبقى مهمة او يغلل مما كل الشركات تحول له ولكنه مش حاجة ضرورية ايا كان فالانفينيك C05 برضو هو الوحيد فيهم اللي شغال الـ USB Type-C الانفينيك C05 ما بيكملش ساعة ونصف وبيشحم من صفر المية في المية معايا بالكامل ودهت حاجة بتخليه يسخن شوية عم باقي الموبايلات التانية ولكن ما زال في حد الامام ما بيخلهش يسخن بشكل موبايل اكسي قوي على المدى البعيد قوي السخنية مش حاجة مفيدة للبطارية تحت الموبايلات هتقلل في عمرها وهتخليها متعودش معك موضة طويلة فاتمنى ان الانفينيك بتاخد بالها من النوطة ديت بتحرص شوية في نوطة الشحن سريع دي كانت المقارنة ما بين الثلاث موبايلات لازم تشوف المراجعة الكاملة بتاعك كل موبايل فيهم علشان تعرف اي حاجة عن اي موبايل فيهم رأيينا شخصيا ان الانفينيك C05 هو موبايل ملائم جدا للشخص الهيفي يوزر اللي هو اهمه بطارية كبيرة وهمه اداء ممتاز وهمه شحن سريع والحاجات دي كلها الانفينيك C05 هيكون اكتر موبايل من الثلاثة دول مناسب لي اما الاوبو اي فايف والهوي متن لايت ففي رأيي هيكونه انثب لليوزر اللي هو همه تصميم يكون مريح في الايد وتصميم يكون كويس وفي نفس الوقت الشاشة بتكون اعرب للواقع والانوان حقيقية جدا وواقعية جدا لو هيفضل الكاميرا الامامية وهيكون عامل اساسي بالنسبة له الاوبو اي فايف هيكون افضل بكتير جدا طبعا ولو انت مش حابب ان نبايلك يكون مفوش بورتري مود في الكاميرا الخلفية او ان الخمال بتاعته مكونش من المعدن فلا هو متن لايت هيكون انثب ليك شوية من الاوبو اي فايف ده وقناة يا نان ما تنساش شاريخني باكتر موبايل انت شايفه مناسب ليك واكتر موبايل فيه مع عجبك ما تنساش برضو تعمل لايك لصفحيتي على الفيسبوك وتعمل سبسكرايب لقناة اليوتيوب كان معاكم احمد كمان من ايكي ريبيو سنيني في الفيديو جاي ما تلاقش الفيديو لسه مخلصش جيه وقت المسابقة اللي انتو مستنيينها واللي انا عارف ان في ناس اصلا جردت المقارنة بالكامير علشان مستنيها اللحظة ديت الجيفاوي بتاع 3 موبايلات للي ما يعرفش ايه هو الجيفاوي فالجيفاوي هو هدية بيختارها الموقع او اليوتيوبر اللي زيه وبيبعتها لحد من الفانز بتوعه عادة احنا كسمارتفونز ريفيور الهدية اللي بنعملها ديه بتبقى مبايل انا شخصيا هغاير الموضوع شوية وبدل ما هبعت موبايل واحد هبعت ثلاث موبايلات لثلاث اشخاص مختلفين يوم 26 يناير 2018 هيكون العيد ميلاد التاني لقناة اليوتيوب بتاعتي وصفحتي على الفيسبوك لو انا قفلت 35000 سبسكايبر على القناة اليوتيوب فانا هختار حد واحد ابعته موبايل من الثلاثة هو اللي يختاره بنفسه لو انا قفلت 60 الف هختار واحد تاني يختار موبايل من الموبايلين المبقيين لو انا قفلت 100 الف ودوت هيكون صعب شوية هيكون هياخد الموبايل التالت بكده هيكون عندي ثلاثة فايزين في الجايزة ديت او في الجيفاوي دوت علشان تشتريك مطلوب منها الحاجات بسيطة جدا اول حاجة انك تعمل سبسكرايب لقناة اليوتيوب دلوقتي تاني حاجة انك تخش تعمل لايك لصفحتي على الفيسبوك بعدها هتخش للدسكريبشن بتاع الفيديو دوت هتلاقي لينك البوست موجود على الفيسبوك البوست دوت هتكتب فيه كومنت بالموبايل اللي انت عايزه من الثلاثة وهتعمل منشان لثلاثة من صحابك وشير للبوست وكده هكون دخلت المسابقة ديت والجيفاوي دوت وهيكون قدامك فرصة انك تختار الموبايل اللي انت عايزه من الثلاثة موبايلات دول مسموح لك انك تعمل شير للبوست في كذا مكان ومسموح لك انك تعمل كومنت فيه منشان لكذا حد من صحابك وطبعا كل ما بتزود العدد كل ما بتكون فرصتك اكبر في انك تكتب بقرة تاني اللي انا هعلن عن الفيز يوم 26 يناير 2018 فاستنوا الفيديو اللي انا هعلن فيه عن الفيز داوت كان معيكم محما كمان من اي كي ريفيو استنوا في الفيديو جاي